اشتركوا في القناة 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 الحمدلله اشتركوا في القناة 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 انا 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 تسمحوا لي احكم اينا احكم احكم مطلوب منك يا ابو سعيد قصة وقصيدة هنأمكن مطلوب منك شويب قصتي ثنتين مطلوب منك ابو صالح قصة مطلوب منك ابو مشبب قصة حاضرين مطلوب منك ابو سعود قصتي او ايه يا اخونا ليه ليه انا قلت حكم قلت حكم تلك اذا قسمة انضيجة والله نقوا فيه انتم رشدتوني ولا لا اللي يجاهز منكم يبدأ اللي قصة يجاهزه يبدأ والله انا في قصيدة طبعا المملكة العربية السعودية منذ الازد وهي مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا بحكم الان وجود المؤتمر الاسلامي العربي في الرياض طرت عليه قصيدة لما شاركت القوات السعودية في حرب السبعة واربعين يا سلام عاما ثمانية وستين ستة وستين هجري وهي لمحمد الاحمد السديري بوزيت يا سلام يا رحمة الله يوم يقول بنت يلي تخطى في تمدريها الحذر لا يغرط بعض الازوالي لا يغرط سهروجه يوم يخضيها مثل بعض التنك يبرق على الخالي شوف تديارنا معاد نطريها لان نشر من المتسد الوزلالي والحرايب نولعها ثم نطفيها شاربين اللبنها قدمة لبهادي يا حرار انت كافخ يوم داعيها يوم فلسطين تبغي صيدها جزالي واررجعنا بحياة نهتني فيها وانهفينا نفوز منزلا عالي طارش يوم نجدن هو هاليها رد مني سلاما حالي يمبالي والمحارم نخليها الوالي هيعتني بالمحارم ربنا العادي وسلامتكم راح مشاركة وباقي الثانية هذه والله البلجة لازمتين هو شوي بجازيهم أنا عليهم مشاركة مطلق مطلق ابو عبد الله نقول سهله رضي ناظر توكلنا على الله نروح نرجع لك أبدأ مسعد روح وارجعوا حد جاز ولا تفضل أبو سعيد يلا قبل القصص عندي مداخلة بسيطة طيب تفضل مسألة فقهية حسنا لعننا نستفيد كلنا منها جزاك الله خير العبادات التوقيفية يعني محددة ما تستطيع تقدم ولا توخر ولا تزود ولا ثنكس طيب لو جيت ركوع وش نقول فيه سبحان ربي العظيم نعم لو قلت فيه سبحان ربي الله لا سبحان ربي الله لا سبحان ربي الله ولا قلت في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وش الموضوع يلزمك سجود السهو لا وإذا كنت متعمد تأثم إذا كنت متعمد تبطل صلاتك تبطل صلاتك لأن هذا واجب إذا متعمد لأنك خالبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعمدت تبطل الصلاة نساء الله أعب العبي وإذا كنت ساهي تسجد سجود السهل فعندنا العبادة توقيفية ونسأل الله لنا ولكم هجل سمعت حد مننا في الركوع وقال سبحان ربي العظا ما أدري يا أخي أنت الإمام ما أستحي يمكن أن أنت يوم صليت أنت ويا أقرب وعدد والله ما أدري يا أخي والله يا أخوان والله ترى الواحد يسجح والله العظيم وبعد هنا خطير يوم نصلي ذي الحين المكرفون هنا وكلامنا نغلط فيه والله أني صليت مقول تمسي يوم قاعدت ليلة التشهد فأقرأ الفاتحة بس اللي حكتها ما بقي وصلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وردها والتحيات لله أعطنا القصة يا أبو سعيد قصة وقصيدة جاهزة نروح للربعون بعد هنا ها من اللي جاهز عندي أنا جاهز طيب هجلنا أخذ ابن مين ونجيكم مش تفضل مدانكم جاهزين كله يوم بديكم قصة من قصص العشق والغرام يلبيه في الزمان الماضي القديم يلبيه يشتاء ناليالي العشق والغرام يخو يخو فيه رجل فيه رجل اسمه محيسن محيسن رويلي البريغشي الرويلي نعم وهوى عليه بنترجع لي من كبار القومة من الرويلي ورفض أبوها لا يزوجها طيب بالله أبو مشبه بالمخرجي يقول تعال هناك لهنت عشان الكاميرا مغطين عليها الرابع ذولا بس ممتاز كده كده كويس؟ ما في ممتاز ألا نجي نخليها عادي ها إلى آن ها خلاص تمام يا أبو مشبه وكرر الوجاهة على أبوها جاهية جاهية راحة يطلبه ورفض فأبوها لا يزوج شيء يوم ضقت بها السبل هو يبيه البنت ويطري عليه رجالا اسبقه واحد شمري وحقق لها مطلوبة نعم وقال مع عني وعنه اللي هو خلف بند أيجا خلف بند أيجا الشراري نعم برجاء هذا يقولون المحبين والإشاق اللي ضاقت عليهم يروحون يبون وجاحت يبون جاها راح الرجال محيسن لين حل على على بند أيجا على خلف بند أيجا ضيف ويوم جاء علمه قال يا محيسن أبو البنت لا عارفه ولا يعرفني ولا لي لا لي علاقتنا هذا ولا لي جمالا عليه منين لي مدخل المدخل يدخل عليه منين لا صار الله يعرفني وأنا ما عرفه ولا أنا مسوي فيه معاريف ولا لي جمالي ولا لي على الشي منين لكنني عندي لك حل أنا ما بردك خايا بيم حيسن بعد ما جيتني قطع المسافات وصلت لحد يتبي هذي نياقي استاقل نياقي وقدمهن لعلها يقتنع ويزوجك قال أنا ما جيت أبي من حلالك أنا ما جيت اللي بيجاهك يا محيسن أخذ بيتي أخذ بندقي أخذ اللي تبي مني أخذ قعودي أخذ معها مع البل قال ما جيت أبي من الدنيا شي الله مستعى أبي هل جاء الله الله جلس محيسن وقصد قال يرى تسبلي يقول محيسن عيونها بلغضة يلتهبني مدرشة المطلع عيونها بلغضة يلتهبني يا راتس بني عيونها بلغضة يلتهبني ولا سراج مروطنين الكلامي يا راتس بني من النية تبني مردوفت غير الدفوف السنامي عيونها جمرة الغضة يلتهبني ولا سراج مروطنين الكلامي تلفع على بيت تلفع على بيت مثل كالحيد مبني رأيه قطع على الفرج والمضامي قل لي خلف يكفيك هم ركبني قل لي خلف يكفيك هم ركبني حيث رأيه تلفع على بيت مبني رأيه قطع على الفرج والمضامي قل لي خلف يكفيك هم ركبني حيثك على الشدات رجل انه اتحامي غش العراق الله يجيرك ضربني وقامي تساوق من فاصله اعظامي على وليفهم بالمحبة سلبني سلبة عباتهم في دينه الحرامي قطعت في قصيدة بحيسر لكن هذا المضمون يعني هذه البيوت منها قال خلف يرى تسبلي للبلد ما يجبني يرد عليه يرى تسبلي للبلد ما يجبني قط مالبخوذ مع الربعة الاسامي من ناس الهرشن بالهداد لهي جبني يطلق عليهن يوم كلنا يا نامي ما قيضن يرعن رمن وتبني مربعهم في حانة وهكا الزوامي تلف على اللي مربوعي ندبني يا جايبين العلم دمتم ودامي انسان ذودي للحبيبي جبني دون كينياج يقدلهن بالتمامي ودون قعود البيت والبيت وابني وبيقلة العقلة علينا حرامي من دقي اللفظة فمها يصبني لها على ضد المناحرة مرامي البيض جعل البيض ما يرحبني هوايهن يرمى عليها التهامي قبلك محيسن سلبني سلبلها والرهيفات الخيامي يصلني بالبير من لجذابني صلى رشا من فوق هدف المقامي ومحيسن على حوضة ومحيسن على حوضة شون عقبني حثرب على جميع تليل أرحامي قال القصيدها خلف ردن على على محيسن ورشت بذلوله ومشا وخلوا محيسن في البيت وراح الرجال لان دخلت يرى أروله وعرف اسم ابوها ويجي عندهم يدور يدور الشغل ويجي هم قالوا ويش اني قال نا أقبل بأقل الوجور أنا رجال سايسن للخيل وقهودي ومن حيس شغلت تحطوني فيها تلقوني قبلوا شروطها بسيطة في الوجور وحطه بو انحطه في القهوة سوي القهوة انحطه للخيل سناء الخيل انحطه لهم وقاعد يشت وكان يخطط خلف النهج ان كان عندهم موجود في زمانهم وفي أزمانهم هذيك ان الرجال ما يتكلم في اللزوم لان يبدو لفعل قبل لا يبين فعله ما يتكلم ويدور الفرصة هاللي يبين لفعل هو وغيره مثل كثير عن نفس النهج بعض الناس يحسن منها عن شخص هي النهج الدارج عندهم لصر المطلوب غادي لصر المطلوب غادي يبين له موقف ليه نجد بالانتباه يجمله يجمله ثم لهم نبتل افت في هالريجيل وش سالفاتك وش مصيبتك ابدا مطلوب ابدا مطلوب يا سنة مرت هالسنة كاملة قرابت سنة ما جاء عوافق لا قوموا ياخذونهم ولا جاء شيء يصير ولا جاء شيء يباين فيه يوم من اليام جاء ضيوف عند ابوه البنت والضيوف من الشعلاء المورة المورة الله الله وليه والله ان ابوه ما عنده غنم اللبل عم عزبة ما عنده الا اللبل والبل بعد ما هي موجودة وكرامة الريجيل قال العم عاطني البندك أضبى موجود قال عاطني البندك ولا تزمل من حشاء الريجي سيراء هو يلقطها طعمك العصر هو ينطل أمرك لها كالقطيع من الضبع وطق له بسبع من هالقطعان يجي قطع أمرك محمهن على على الدل جابهن طعم أمرك ومن عويدهم طعمك جابهن لين جابهن قدام الريجيل وقدام شبهت النار وقدامه هنا وينزلهم واحد على الثاني على الثاني على الثاني من ها دا الكلمات اللي تقال طبعا السبعة ما هي بسهلة ولو كل رجال يجيبها تترك في آن واحد واحد من الشعلان يجي عنده فضور يروح يشوف البواردي هذا كيف رميه وين ما نفقع بندق فضب عين فضب عين فضب ما نتقي يوم جاء وإلى هلها وقعدنا في الرأس من تحت العين كلها كلها يعني كنا بواردي ايه من تحت العين من تحت العين ما فيهن اللي ضربها في وسطه واللي في جنبها بطنها لا يخربها قال قال ناسكم منهو يقوله لم أعزبهم قال ناسنا راعي عندنا قال والله ما هو قال والله ما هو براعي قال والله ما هو براعي يقوله هذا قال ها قال والله قال والله ما هو براعي أنا سنة نحطه يقاوزي قال والله ما هو براعي قال ما هو براعي هول حين نزلها وراح نزل مهمته وراح يكمل شغله راح يشتغل راح يشتغل يشتغل فقهوته وشغله بس الحين اللي هارجونا الحين الضيف الضيوف والأمير والمعزب والمعزب الشعلان هو اللي قام هو اللي شاف شاف حرق سبعة في آن واحد وفي الراس ومضرب واحد قال هذا قال راعي قال ما هو راعي قال ما هو راعي قال وش ظنك يا جماعة وراعي قال عند حلم قال يا ولد الناس كيف تسمع أنا يقال لي الهدف الرجال إنه بحيس إنه خلف من دعيجة هذي رميته فصيت شف 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 شالله واصلته بوارديته ورميه يقولون أنه يما يرمي اللي في هالمكان يقول لي وأنا ما عرفه يقولها ابن شعلان نادوه نادوه قال وش جاء طعم ركام الهجام قال ولد يقول ابن شعلان أنا سألك بالله ما أنت خلف بنت عيجة قال ما سلتني بني خلف بنت عيجة محسنا والبنت يصيح يحط يدينا عرس وش مصيبتك يا خلف بنت عيجة اللي خلطتنا ما أنت تجمل فيك وخلط أن تسوي عندك هش هذي كله والناس يرجوا وش المصيب اللي انت جابتك وش اللي يحدك علينا وش اللي يخلق ما علم من هو من حقه عراعرا البيت ما يدري قال أنا بلوني الناس وأنا تبلويت تبلويت وصارت عليهم من كبار البلاوي الله المستعى هذي ثلاثمائة وخمسين مضيت وأنا بسببها عندها هلاف داوي ثلاثمائة وخمسين يقولوا الليلة اللي هو السنة الكاملة أنا بلوني الناس وأنا تبلويت وصارت عليهم من كبار البلاوي هذي ثلاثمائة وخمسين مضيت وأنا بسببها عندها هلها افداوي قالوا من هي قال فلانا قالوا وش فيها فلانا اللي هي بنتة جيف قالوا محيسن عندي طالبها محيسن يعرفون ان هي بيها محيسن مفقود لفترة متغيب أثرف على الجنبة قال يمحيسن دخل علي في بيئة قال محيسن دخل علي بيئتي فيها قال يجيه الوادس فيه قالوا والله انك ما ترد خلف مدعيجه يا أبوها وانك اللي تزوجه فلانا خلف ام حيسن وانك اللي تزوجه هم يعطونا هم يعطونا وهم يتممائة طعم ركزباتي قالوا يا خلف اكراملك انزوج غيابي وانملت لها عليها ويرافك اخوها لانا تسالمها اروعسته بنفسه اثم بعدين يجي هو ياها بس هاداً يرضيك بنا هاداً يرضيني شيف الحوّة يا عم Please أصبح الصبح طعم راكد Log هم يجهزون البنت طعم راكد ويجهزенный طعم راكد وهم و وyan يوم وصله습 إمي حيسله والله goldhouse y misi ما هو بالبق م هو انتم قاله وين محيسن を وشف بابرة مات الي شهرين لا 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 Alla المثدة تخوز عندي غلقة انتظر انتظر انتر وطولت على هالمدّة كمّل عشرة شور ما عاد قدري الله الأن ألحب بيAME هذه قصة كانت مشهورة قملت باقي عندك مشاركة لكن بناخذ الربع نرجع والله أنا تسد والله أنا أخبطت شوي فيها اليوم لأن نترككم مشاركة وشابها القصة أبو عبد الرحمن الشاعر الكبير ناصر بن هندي الشهراني كان يعمل في الكويت في بادية الكويت شاعر مشهور وقع وزان له عند طراف قبائله صبيت المشهور أبوها شيخ والناس بنوّل حنصريين ودّه أن بنت الرجال يكفوا ما ودّه يوديها بعيد صح اي حاول ناصر حاول عيّة ولا يعطونها قال لما نجاه الرجال قال يا ناصر ما أنا أمعطيك كذا أعطيها واحد من عيال عمها ما أنا أمعطيك مرة أعود الرجال دبل دلك جوّزوها واحد من عيال عمها إكراه وخذها وراحبها للرياض وقعدوا في الرياض السنة وهي ما طابت نفسها من ناصر هي بعدت به اي ويمكمل السنة قالت بنسلم على هلي وهو يجون يمطبّوا عندها لها قالت يا أبوي أنا طعتك وقدّرتك ولكن ما يوكلّ لكن لا شفاه السيلة للحين الرجل هذا ما عاد يقدر أروح معه خلاص يا بنتي يا بنتي قالت يا كلكلاء أعود قال يا أبندي فكّه فكّه وصل الخبر للناصر جاءك ناصر مسيّلا عليه وتعرف العاشق تنقضت عليه جروحه الله الله وتذكّر ذكرياته الأول وهو قد سرع والله أنه يعلمني بالقصة هذه ناصر بنفس الله يجعله بالجنة كان جليس اللي وبيني وبينهم القصايد الكثير نعم به بقى الله يجعله بالجنة يقول قلت يا أولاد وشيني يمارسل القصيدة أستشير فيها شاعر علم من شعار الشهران يقال محمد بن ذايب الله يشافيه بالعافية نعم نعرفه أنا ربع كلهم ليش مارسل القصيدة أستشيره في الوضع اللي أنا فيه ربما نشوره أرسل له قصيدة يقول يا الله يا كاتب الحسنى المنصى ما نرقي لأنت يا رب الحساني تبري جروح بروحي رمس وعظام محتال فيها الطبيب الترقباني رمستها خايفا منها رجئ نمام نمام لحصل الكلمة قفاني و أنا نكسني مرض قد جاني العام صحيت لكن في ذا العام جاني وسباب نكسة مرض قلبي بلوهام زيارة في ربيع أول شهرين متابعة والطرف ما نام هني من لا يعاني ما نعاني فروز ختمي خداها سبير زي الشام وبقيت مثل الطوير البهلواني أقامل الناس غير القلب من ضم وبشرح لكم يا ابن ثايب ما وزاني أنا عميلي علي صدر حكام و أنا على ما حكم به مطوعاني ولا أقدر أغيب عنهم جملة أيام ثم غبت عن شوفته وقهت زماني هذا قزاء من خرج من شبكة الزام من يبتبع من قلبه نساني كنت أحسبه نسي وذره يدري أعلام ولا قلبه الزمان القلباني في العذر مقبول لا منسار قدام والفاية تنساه والماضي كفاني من قصة عن غامضة تحتاج ضرغام أما ومرني بها ولا نهاني شرواك يلي الخشم الضد للطام دور لها حل يفديك الهداني فأنا أبو وعر مريض قدري أعوام ولا لينصار في وقت اندهان رد بن ثايب رد جميل بن ثايب بطل وذاك بطل كل مقطع قال ابن ثايب يالله يلي لغيب الكون علام يمقسم الرزق بين إنسن وجاني تهديل ثاني ليا سيارة الأقلام حيث أن مفتاح صندوقي لساني تهديل ثاني ليا سيارة الأقلام حيث أن مفتاح صندوقي لساني وسباب ما هاضني في بدع الأنغام خطم من الشاعر المسمي لفاني الشاعر اللي بيوته عصم وقسام وديش يقول آني شاعر بنبه حما حلوات الأطعام رب العزيزين من روس الشباب ونعم بالجميع ما قول يا مشتكي من سحر وهيام يلي يقذب لك نظر عينك وحاني شوقك ثقع فيك وارغم قلبك الرغام وخلاك تحسد دقائق والثواني وتقول صدرت منه ورودك الحيام وقلبك سوات الحجر ما به لياني وأقول مشكور لا منصرة جزام مشكور يلي تدين ولا تداني وفيما بعد تذكر انطير السعد حام قصة زمن ما تبدلها التماني ما باهتماني يتورد ماس والحام إلا من فلان يصدر عن فلاني صدر من الحنثرية لابل ديام صدرت ما يعود بهالمكاني فإن كان تبري وهو لبني هدام بدل عصر عتم وطرق خيزراني حذار لا يخدعك عباد الأصنام ما دام موفاء كلامه لا تثاني دين الشرف ما يجي بهوش وخصام ومن يقبل الهون جعله بالهواني تلقى الجواهر مع ربعك والعمام لا تطلب الراي مني وتعصاني لا تطلب الراي مني وتعصاني يقول ابن هندي يعلمني أنا يقول والله هني ما عاد رديت وجهي صوباء يقول أنا اللي قبت الشيء ذا نفسي رح تستشير وخصمني الرجال قال تلقى الجواهر مع ربعك والعمام لا تطلب الراي مني وتعصاني يا رحمة ناصر ويا شافي ابو منيف وبيض وجهك يا ابو سعيد لا أنت يطيل عمر على هذا الكلام شوفوا كيف ما شاء الله تحفتونا وكل واحد يجيب لنا جوهرة السلام يا ابو صالح تسلمون الحاضرين والمشاهدين عندنا قصة والقصة غير تختلف عن الربع الظلم ظلماتي يا أخواني يوم القيامة الظلائم ما تسرقوا بيحق مني أسعابها الله يكفينا شكرا الظلم ترى ما هو بطيب يذكر فيه قديمة الزمان قرية كان عليها حاكم ظالم قديمة الزمان وهذا الظالم يعني بزمانه الله المستعان ما يرفعها عن شيء قال الحاكم يعيالي يعيالها اثنين قال حنا أبا سلم كم سيوف الآن عندنا سيوف أبعطي كمها عيالي والطبون السوق ولتقدرونه جربون سيوف وكن به يقولون قاله والعيال العيال يعني مغرورين لكن أبوهم ظالم يقول أخذوا السيوف قاله يطبون السوق قال له والله قال لي تيم أنا منمس وأنا حول الطريقة هذي قال لها قال لي تيم ورمه يتليها قال موف جذعان عيالها الحاكم الظالم قالوا هم يجربون السيوف قالوا أول ما يقطعون يديه قال ثم رأسه ثم رجليه صاحت العجوز وطاحت على هلم على هذا اليتيم يتيمها حتى أنها صارت بغيبوة قاموا هل السوق وقالوا عوذ بالله من الشيطان تقطعونا اليتيم ذا فعلكم قالوا والله وصانبونا وحنا قمنا بالوصاح وجربنا السيوفنا قالوا يجمعون اقطع هذا لي تيم قالوا يجمعون فكالخيشة هنتم يا هل السوق قال ما لس إلا الله ثم الحاكم تعلمينه بعياله واش سووا بلت شالوا الخيشة معاه يقولوا يجو الحاكم واش عندت يا مارة واش علومت قالت والله علومي عيالك الظلمة جابوا يشوفوا جربواها أبو ليدي قطعوه قدامي هل يتيم الله لا يابلانا شوف الظلام يا أخواني قالوا بس هالجظة هذه وهاللوم ذي بسيطة بسيطة شحة يا مسلمين يا يا واش رايكم قالوا والله هذا ظالم وحاكم ولا نقدر بشي لكن أطلبي الله أطلبت الله الحية القيوم سبحانه وتعالى ما أدري واش طلبتها لكنها طلبتها قوية أظنها قالت يا أخواني يا الطلبة دعوة مظلوم دعوة مظلوم ترقى للسماء لا إله إلا الله دعت على هذا الظالم يوم دعت عليه وهي تطلع من الديرة تطلع الدور لها ملفا ما أدري عاد لها جماعة بقسم ثاني بقريت ثانية لكن إنها دعت عليه يقول هذولا هالقريا ذي يقول لهم يقول لهم جمالا أن تروح للعراق يسمونهم الحدرة 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 هي يأخذون التمن والتمر من العراق كان العراق فيه خيرات كثيرة التمن وشنو هي بوصال التمن نوعنا مثل الرز بس أزياء من الرز حمر اللون حمر حسنا ولا هو مثل الرز لكن لما حطيتها بالبيت يسمونها الفضاح يفضح جيرانه كل واحد يورح لي حتى هذا هذا التمن والعادي اللي يوجد في السوق ذي حي أي هذا جيد جيد التمن ومكنه موجود حاله كان يزرع في العراق كان يزرع في العراق يقول الحدرة يقول اطلعوا من العراق محملين لهذه القرية قال يوم منه ممرح وقال واصبح وقال له والله كل ليل جايهم قال أدب أدب عيال عيال الجرات يقول لو والله الندب يقول ما شو نقصاه يقول يمشي على الأرض قال ويغطي الأرض قال ويغطي الجبال قال وره يجي يرتاعون قال ويشلن على جمالهم قالوا ويمشون بالنهار يجرون وبالليل يسرون يوم النجاح الليل وهم يمرحون يوم واصبح لهذا الدب لهو ضفن عليه يقول طبعا هذا رسالة من الحية القيوم لا إله إلا الله لهذا الظالم المهم أنهم واصلوا والمسير كل ما ممرح واصبحوا لهذا الدب يقول مغطي الأرض ومغطي الجبال يقول بثارهم يقول ما يخلي شيء يقول شجر أرض كل شيء يقول على وجهته المهم منهم وصلوا القرية يوم وصلوا القرية وهم ينزلون حملاته وهم ينطلزون على الحاكم هذا الظالم قالوا حنا بالطريق ووجدنا جراد ما هو جراد دبا الدبا القرية هو يأكله ما عليكم منه كله واحد المهم سبحان الله العظيم أراد الله وصل الدبا هذا وصل الدبا وصل هذه القرية عندما وصل القرية نسأل الله العافية هو المبتدى بل أبيار أضربها لو الله أنها دماس الدبا طالع ما يفهم الأبيار الدبا يقول أنه يأكل الشجر والبيبان قالوا والناس ببيبانه من ضمنهم نفس هذا الحاكم الظالم قالوا أول ما يأكل يقول البيبان قالوا تدخل على الناس قالوا وتطلع مع الجدران وتاكل وين تاكل السقوف قال لو الله ضرب ضرب البيوت يقول علىها لها قالوا والناس يطقون اللي طلع مع الدينة ولي راح منها قالوا وبعضهم موت برة وليشرب من المال يطب الدبا يقول مات على طول مثل السم قال والله إن الله معهم سبحان الله العظيم وووووووظик المصائب 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 نصر الظالم على طول سبحان الله هذه كلمتها ردتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فالظالم التقض الظلايم هذا أي واحد تظلمه تبيح منه بهذه الدنيا قبل أن تغادرها وقبل أنك تروح فالظالم ترى ما ما لها إلا ظلمة ولا ياذب الله فالإنسان يتخلص منه مدى منه يقدر على شيء وهذه الظلام هذه عواقبها وهذه جز منها إتاب من رب العالمين الله أكبر وأنتم سالمين غالمين جملت أبو صالح يقول واحد بس على الظلم يا أخي أنا وجعتني السالم وهي قريب كلها 20 سنة واللي 15 أشهر واحد يقول نحن في دولة من بره علمنا هدولة إسلامية يقول شيرايت لي يعني حتى هو يعني حنا نغثينا وهو نغثي نفسه يقول شيرايت لي رشاش من واحد منه ورحته ما معجبني يقول رحته ورجعته عليه قلته الرشاش مع رميه ما صاب من عيم ولمسين قال لا كويس رمي يصيب يقول يخذي يقول له في رأي سيارة في ظهرها ورع يقوله الطق لهم تنكز يضر بالورع قال وش رأيك فيه يقول هاته هاته بس هذا المستعام ما جره في شي شف قلة شف الاجرام والله عدو الرجال يقول لنا واقف يقول لنا واقف قلت له ما يصيب مدري وشي قال ما يصيب قاله يقول له مده طعم وكل في سيارة مرة يقول في ظهرها ورع يقوله الطق لكم تركز والله سلط عليه يقول دريتني حتى الطير ما يجو زنك تنك يقول دريتني يا خير عندنا قصة عم كارم الخراك ما عليكم زود فيه رجل يقولون تاقر والتاقر هذا رأي مال وعنده ولد ويعطي وكريب وعلومه غارمة راد الله توفى وصار ولده حالما مشاه وصار حسن منبوه فيه تجار حوله دخل الحسد في قلوبهم والولد جاهل قال وش رايكم نعمل الولد هذا حيله ربما أنه يتفقر شفه حسد الله الله جاف الليل قالوا يا طويل العمر وش رايكم في بلد في كذا وكذا اللي يجيب المكاسب منه عندنا نهنية يبيحها دبل مرتين فيها فوايد لكن حنا عجزنا عنها ولا عندنا فلوس نشتري خذوا خذوا بالكلام لأن غروا بالولد قام الولد جمع لي معه من مجدك وخذ البغل حقه وعرض له القافله ومشى ما خلا معه شيء ألا حول عشارته دراهم في جيبه والباقي في ظهر البغل حق يوم صلوا أرض الطريق لهم حولين نعليهم المشالحين ذالا وهم يفتكون اللي معهم من كل شيء ويتركونه من ضمنهم وردها جاء معود لا فوقه لا تحتى ما خلا من تيارته شيء الله الله من جذك اليوم طلب حد يشتغل عندنا قاله ولا حم ما حد قال لك رح سيم تيارتك ورح وكانوا من الفارحين على هذا الشخص هذا الشكل لطماعة الدنيا المهم يوم خذوة الله أعلم في جلستهم بعض وقت ولا ذيك الحرم جايهم يتماء قالت يا ربا وين هو ولد فلا خبرته لي وباقي ما أشارت دراهم في جيبه ما غيرها شيء خابرت انفعله بوح الله الله وخابرت انفعله الولد جيد ومتعلم علمه القرآن وعلمه يطوي العمر انسع مني الصلاة وعلمه التجارة ابوه وصار الولد من ظن ابوه وفوق لكن غروب يا مهو ولد صغير وجاهل قالوا عاني هدى القالس قالت يا ولد فلان أنا أم يتمان وأنتو دائما تأطوننا وليه كم واجبه ماذا قلت يا للمطعوب قالوا باقي تنشدين عنه وهي يرد على دراهمه ويضير منها أربعة واربعة من الدراهم ويسق على ذا أم اليتماء قالوا قام يتهرقوني حانها باقي حي لا ما هذا عطاها أربعة من دراهم اللي في جيبه وجزام الأرض قال ما عاد قعد في هذا الأرض نهائيا ولا عاد تخبرون حدم بشافر قالوا إيه لكن بنسافر المرة دي على بحر نركب الناس فينا وبنسافر نطلع في مدينة كذا وكذا الرجل الولد هذا ما عاد يبغى يبغى في الأرض اللي هم فيها نعم راكب على السفينة هذه وراح مع أخي ذالا يوم نطلع في ذا المدينة وجال والله على ذا كالتيس مطروح اللي شيفته جميلة وعليه وكان زين راح شل الكيس هذا يوم شله لها فيه عقد ذهب عقد لول ثمين وما دري وش معه من ذهب قال هذا الغنى جت باخذها وببتع وشتري ورب من الله يعاوذني بشي من اللي راح مني ويوم خده ولو والله ذاك الشاي ينشد عن هذا الكيس وعن ما فيه يا الرابع من خبر كيس كذا وفيه كذا قال بغى يسكت قال الرحمن لا علم لا تاقل شي ما بحر الله اكبر انا بأعطي كذا وانا بأعطي كذا يقول الشاي قال لا لا وذا التسيس اللي تدول لا قال قال فكال الله اجزاك خير يا ولدي ايضا نعطيك تعويض من هذا الكيس قال لا اطلب العوض من الله سبحانه عند الله بغوا فيها عي قال والله ما اخذ منك شي لا من الله إن كان تقبر مدينة أنا ما لقيت في المدينة هذه مدينة ضعيفة ولا لقيت فيها من الأشغال شي وانا بغى قال يا ولدي فيه مدينة كذا وكذا برضا وراء البحر وإحنا أنا في قريه ولكن في الحقيقة ضعيفة ولا الرجل هذا عربي من جنس الش من جنس الولد هذا استحى أنه ينشده لقله ناس مسافرين وقال بركب معهم في السفينة الثانية وربما أني أعلق بالمدينة هذه اللي يقول الرجال يوم مقبض علىها ويجيهم ذاك العاصف ويأخذ السفينة ويمكبها يوم صحي عن نفسه ولو أنه متقطب في ذاك اللوح على الشاطي وإخوياه والسفينة ولي فيها ما يدري عنه قام يمشي على رجله وله وشوف ذيك القرية ذي القرية قرية الشايب اللي أعطاها عقد اللوح جاك رايح للقرية هذه ويوم جاء طبعا الناس من أول ونتم تعرفون العادات أن اللي يجي غريب يدبس المسجد على سي يعزمون الناس من المسجد ويجي اللي بيتصدق عليه ولا بيعطيه ولا كذا قال الحمد لله هذا القرية فيها مسجد والله حسبت أني ما أعتب في دير مسلمين لكن أبعي عمد المسجد هذا عمد الرجال للمسجد ويوم جاء خذ القرآن جاء والناس صلوا معه ولا والله ما جاء الإمام ما جاء الإمام كلين ينشد عن هذا الإمام ما جاء الإمام المرة هذه المرة الثانية الوقت الصلاة اللي بعدها ولا الولد هذا على المصحف يا قرآن قال يا طويل عمر إمامنا مريض وحنا بنقدمك تصلي بنا قال الفرض اللي أنا حصل فيه أبصلي لكن اللي ما أنا بحاصل فيه أنا رجلنا دور شغل وفقير حال ما بغلي قالوا بدأيينك في المسجد تصلي دوم أنت مريضنا المطوى أنا مريض ثم بنا بنيلك غرفة بعدنك تقرأ القرآن تدرس عيالنا فيها وحنا بنعطيك أجار طيب بدلا لما تشتغل بنعطيك قال تدروا أنت وكل على الله بعد ثلاث أيام واربع أيام لهم يقول أن توفى الإمام هذا راح وحاض الجنازة وعزة وقلس معهم ورجع وبنوا له الغرفة هذه وصار يدرس عيالهم ويصليبهم قال يا ولد شرائك الإمام اللي كان عندنا جاءنا وحنا كلنا لكننا ما درس عيالنا يعرف القرآن ويصلي بنا وكذا وجوزنا وقال له بنت وشرائك نجوزك وتقعد معنا بنت الإمام اللي قدامك ونعطيك رواتب والعيال ما شاء الله صاروا يفهمون يعني بعد مدتي يمكن ستة شهور أو سبعة شهور ومعهم قال تدروا أنت وكل على الله لكن أنا رجل ما عندي شيئا أتقدم البنت الإمام هذا قالوا المهر علينا وكل شيء علينا حبه نعم قال توكل على الله أشيره والبنت إذا كان أنها موافقة قالوا نعم البنت بنت بندنا الأم من عندهم والرجل هذا جايهم من ديره أخرى إحنا بنشير البنت وإن شاء الله أنها مات أي وعلى كل حال نأخذ موافقتها كان وافقت قالت يوم شعرها قالت خلوه يقابلني يوم قابلها شافت الولد أنها متعلم وأنها أخلاقها طيبة هنا قالت تدري يتوكل على ما عندنا معنى يوم جاء ليلة الدخلة على هذا البنت وتعين فيها إلى هذا العقد اللولي اللي لديه في نحراء ضحك قالت واش أضحك لا تقربني حتى تعلمي وش قصتك نعم قال يا بنت الجواد عقد اللول هذا قد قاني شاي بينشد عنه وعطيت هي وبغاية كافيني وعييت ألان قاني الله هبتس والعقد معتس الله حلال قالت هذا والله إنه علمني عنك وعنه أمانتك وإنه دع الله إنك تقيه بر أو بحر لا إله تطلب بنته ويعطيك وسبق عليه لجيء وابوي هذا من بلد كذا وكذا وعائلته كذا وكذا من جماعة الولد هذا وابوي عنده ذهب وعنده تجارة ما يدرون عنها الناس هذول الذهب مدفون والتجار أسماه من أعرفها وعلمني القرآن وعلمني كل شيء وذا الحين إلى عدن هذا اللي يضحك فابوي قلت ما ناري إنك تقيني قال أيضا هذا والله من جماعتي من البلد اللي أنا فيه قالت أيضا يا طيل العمر أوريك الذهب وأعطيك علوم التجار ونذهب إلى بلدنا اللي أنت جيت منه على أساس تدق عين الحاسد شوف العطوة من الله سبحانه وتعالى نعم شوف الله سبحانه وتعالى أخذ صبيته ورجع يطيل العمر يوم رجع له أحسن منه يوم أخذ ماله وله ثري وعنده أرزاق وعنده خير فكن مع الله يكون الله معك هذه يطيل العمر فيها مكانة مخلاق وفيها من يتقي الله يجعله مخرجة حسن وصلى الله على محمد اللهم صلي على يا سيد محمد وجملت الألهينك على كل حال وبسعود باقي عندي بقصة وباقي عندي شوي بقصة ما نسيناها ما نسيت لابدأ هنت وراء ما تعطينا قصة أنا قصتي بعدين ما قصة قصتي معني شامة شرايك يا مني مني في شرايك عبداللهيك وانا قصتي قصة قصتي معني شامة سيدا شوفه والله يا ابو عبدالله هذا طال عمرك وعمر مني أسمع ابن عشوي راح دم منك حطان ولا حي تنغان ما هو معروف من الحكمة وجاء منسفن يوم من الأيام طايح الله في مطراش وجاء منسف وادرك هلمك يالفي ذاك الشعيب وقيل ويوم قيل في الشعيب هذا ويلقى لك خاتم ذهب خاتم ذهب الذهب من أول ما يعرفونها العربان الصغ عندهم فضة أم حجول ولا شبه هشين يعرفونها الشيبان الذهب ما يلبسه لوين من يلبسه من نسوان ما مرت ملكه ولا حاكم ولا كم لقى خاتم الذهب شاله ولا عياله ثلاثة ومتزوجي كابا الحم من أعطيه الخاتم ذهب ما أعطيته وحده هزالت الثانيات لكنه بسوي الاختبار ويوم أنه هضر على هله ويجمع نسوان عياله قال تعالى كل واحدة ممكن توصف لي رجالها مهي والمرأة اللي بتغلب وبتفوزها بعطيها خاتم الذهب عنه استهلا قالتها الأولة مرت السبير أنا حليلة مني هجد الجاثم خليها الضحايا سفي عليها السافي استهلا قالي حواف هنا هنا وانتي الثانية قالت الثانية أنا حليلة مني فك التالي لا يردوا الحاهم على الأكتافي لا يردوا الحاهم على الأكتافي لقوم يتلفتهم الرياجين وهما من حاشي شجاع وبطر ايه يثري دون ربعة قالي شجاع ونعم ونعم قالت مرت الصغير أنا حليلة مني جرر دونه وسط الجماعة يحتري لللاعفي يرهي على الخطار والجماعة على اللي تنزلنا في الشعيب الجعفي السلام كريم يا هذي مرة السريب أما الحوافة في نفعه النفس كلام وأما الشجاع تيجي نفعته مرة ولا مرتين في العمر وأما الكريم خيره على ربع وعلى لقصي يا السلام لا بالله الخاتم تستاهلينه أنتي يا السلام يا السلام وهذه علومنا وسلامتكم سلامت الله يربع قدرك يرحم والديك والديك ما رأيكم يا أخواني عشان أعدل أنا عشان ما تقولوا أنه رفينسك أحكم بعد على أبو سعيد بقصة ثانية يستاهل ما رأيكم بعد منظم قصة هو عبد الرحمن نرجع لأبو سعيد هذا الحين عدلتها لا لا يستاهل أبو سعيد وحنا نستاهل من هالقصة السواء لفه وقامت تجرب بعضها والخطوط من رواية أبو مشبب يقولون فيه رجل ما الله عطاه من الذرية هلأ ولد انجال في آخر الأمر والرجل هذا صاحب تجارة ويوم منه تزوج ويوم منه جاء لها الولد والرجل كبر قاعد يحث ثلود مبكر يبه يتزوج هو صغير يقول يا ولدي أبا أشوف عيالك وانحي أنا ما الله عطاني من الذرية هلأ أنت هو صاحب ثروة هو صاحب مال لكن ما الله عطاه واندل فيه آخر الأمر قال يا ولدي أبا أشوف يعني ويلح على الولد يزوج وكل ما قال للولد أبي أخطب لك من الفلان ولا من الفلان وهكذا يقول لك أنا أبا أبا دور اللي أنا بيها واللي على باقي ومدري وين المهم ما طعبوا قالوا أبوه تدري أبحث بطريقة أنت ألي تبيها بس إني أبيك ما تأخذ مرة حقب رجال لأنها صغيرة ولد من شباب والمرأة كنت أعرفة ريجيل مشكلة الصغيرة اللي هاذا تمشيها المرأة عليه لأنها شا تجربت الرئيس صح ولا ما هو بقعبين فيهن قال ما بيك ما بك تاخذ مرأة مطلقة كده خالت لها رجال ولا حد ولا شي بيك تاخذ لك بنتي بكرم بيك تحرس على الناس اللي فيهم الرحم المنسى اللي فيهم الرحم وفيهم المعطة معلومات المال موجود وانت روح وانت بيخذه بس هم هذا الطلب راح الولد وجد في عينه مرأة مطلقين هاربعة ريجل قدامه بس انها ما جابتا حد مرت الرأس من روس الحريم وهي مزيونة وهي عود الولد وعجب فيها وخطبها وراح لابوه ومعطبوها العلم الصحيح قال انها بكر وانها بنت ناس فيهم خير وفيهم دين وفيهم فيهم وفيهم رحم وفيهم فيهم علشان ابوه يكون مستانس على وصية ابوه ابوه ترى الحين قام يقعد هالكبر والمرض والتعب وراح الرجال وتزوج وجاب زوجته وسكنها مع ابوه ابوه وقره ومات الشاي عطاه ابوه مبلغ من الفلوس عطاه مبلغ نزين وقال هذا حلاء لك وهذا ومت الولد والشباب وفوقت الشباب اول ما يقول قام يضحكون عليها الناس ما يضحكون عليها الناس يعطي هذا ويصرف هذا ويزس جمل هذا والولد جاهل وصغير ما من حسبه شوي راحت الفلوس شوي لا والله ما عندش افلس حول منه فليس المضاقات بها الوسيعة ايه لا ما بجاءت نعطيه منه بلد الارداء بلد الارداء اللي يختشار ابوه ما يدوب ايه ما يتوفق المهم بلد شر رجال وليه والله ان الشغلة هو الناس يحتاجون عليه اللي يروحون طه امرك يشتغلون عند احد اما في زراعة ولا في رعية ولا في حطب شغلات كلها ما تناسبه ولد عايشا في نعمة ولد ابوه كان غني ولد مرفه ولد ما بيعرفه اللي هو بحق شغله ولا بعيد هذي يقلم منه يقلم منه اللي والله يا مضاقات الوسيعة من ديرته ما يقدر يشتغل حتى اني بشتغل بشتغل راعي ولا بشتغل اجيب حطب ولا شي بس ما قدرشتغل عند ربعي لاني انا ولد لمكانتي من اول لو اني حادي فقير قال انا ابا غادر الديرة بروح لديرة ثاني لابد اشتغل هالشغلات بس ما هو بعند ربعي ولهو بعند ديرتنا ردر قال اي فلانا بتروح المياه قاعت والله ما نيب رايحت ان ما ليف الغرب هالعزم ديرتنا وهنا بيتنا انت رح الصلاة يرزق ان لقت شي وبعدين قري راح الرجال ما غير يدورها للقوافل ودورها الناس اللي يرحوا لهم المنطقة يوصلونه معهم لفت به لفت بالايام والايان جالي فيها كديرة بعيد عنهم ويوم جالوا لهم فيها راعي هاكا الدكان اللي الله منعمل عليه اللي يجمل ان يحمل يجمل ان يشعل عليه يجمل ان يرتب بغراب وبيع وخير ونعمة ويجي يبي عنده شغل ما عنده شغل اللي الله ما شغل ما هو بيمة قال انتظرني انتظرني استغرب قال انتظرني الاحين ما نفاضي لك الاحين مشغولين انتظر يحمل الجمال هادي وحمل هادي الناس يشتري من عنده ويتحمل من عنده ويتدوره من عنده قالوا مو لزين هاو ما فضي غريق ريب الظهر عدنا الظهر شكرا كانوا يروح وانا هذا هو هو يناديه شاف غريب في ديرته غريب وشكله ما اخذ هذا التاجر البيت قال انت شكلك من انت من ديرتنا من جاي جاي من هاتك الديرة قال من هاكا الديرة قال لي اخوي على طاري هاكا الديرة كان لي الرفيق ان هاك لي فترة حين انقطع مني عدة سنوات ما ادجاني يكسر انوه قال انقطع عنا قال من هو قال هاكا الرجان قال هذاك ابوي قال ابوك حتى ما يدري رجاله ولد ابوك انا خابر قال لا نا اخي مالله عطاه لنا لا لي الاخوان ولا لي حتى قال ابوك كان يعتادني هنا وكان بيننا وبين التعامل وكان بيننا وبين كان وبين طيب وش صارت بك الدنيا وليه جيت وشغلت وحلل ابوك قال والله حلل ابوي كذا وكذا قال لي ولدي ماذا حلل ابوك حلل ابوك تاكل فيه لين تجي في امر ابوك لو انك بتاكله بس ابوك ثري لكن ابوك ما يترك بهالطريقة وش السالفة قاعد يدور يفتش ابوك قال لك الاضاقات بكل امور انصال فلان قال لا ابوك عاقل ويترك بهالطريقة بالمبلغ هذي اللي عطاك ما هو بشي ما لقى حل ما يسك بالنسبة لثروة ابوك عرفوا هنا ثروة ابوك جاه مننا جاه من امر قال طيب وش كان يوصيك ابوك به وش كاني وش كلماته قال ابو يا والله ما وصيني بشي اللي يوم كاني بني اتزوج وانا وانا وكاني بني اتزوج وانا مبكر وانا كنت بعد صغير على سن الزوج وخطب لي ويخطب لي من الناس وانا رفضت وقلت انا بأدور وحقيقة اني عصيته ولا علمته ويمكن الله سبحانه وتعالى عقبني على ما سويت قال وش سويت قال رحت وخدت خلفت شروطك كلها قال يدولك بنت ومن عرب كذا كذا وانا خدت مرتين مطلقينها عدة رياجيل ومرتين تعمل كذي وضع ويسا الفاتو الموري علم السالفة كلها يم علم السالفة كلها قالي يا والد انا بديت اكشف الوضع السر بيكون في البيت الله السر بيكون في البيت والسر بيكون عند المرأة ابوك افضلها بشي وافضلها بسر ومنها على شيء وكلته بعرفة عز المعرفة ورفيق بيني وبيعنا ويوم منها الحين انا بزوجك يا سلام بنتي وبا ابي امها تطلعها بالسوات ايوه تطلعها لان تصير جارية سوداء ثم بيكتاخذها ثم ادخلها في البيت ثم تقول هذه جارية وتراها من الصم البكم لا تسمع ولا تكلح تراها لا تسمع ولا تكلح ثم خلها في البيت ثم تركها وهي تبا تجيك بالعلم كل ما اكتشفت كل شيء في البيت تبا تجيك بطريقة بينك وبينها وتوصل لك المعلومة يا طلعت لك المعلومة وعرفت شانت عليه رجعها لنا وهي على وضعها على مهيب عليه لين تجيبها عند امها ثم امها تغسلها لك تدخل عليها بعد ما تعود منها المهمة المهمة هذه لا تجيها بنت صغيرة وهي في وضع اصعب بما الكلام داع ما هي بسر اي 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 هي في مهمة في مهمة اي لين ترجع تجي ولين منك جيت امات عركة تطبقها لو صحيحة عمرك وعلم بنتها بالتعليمات اللي عندو مشت ورعت ورعت عمكة عمكة عاد الها رفيد سوي زوجته قال العلوم قال العلوم ما لقيت منها الغيبة اللي ها هالجارية هالجارية وجبتها لتسفيها تخدمت وتراها لا تسمع ولا تكلم اكر فيها في البيت خالها تشتغلت سنة اوه يتقوم طعبك ما عاد ما استعنس عتمير عندها ها تسلم ها تكلم اي واليوم الاول والثاني والثالث والرابع المهم اكشفت البنت هذه اكشفت المعلومات قالت فيه الصندوق ماه بصندوق فيه شي محفور له في الارض في البيت خزنة محفور لها وفيها نقود مدري قديش وتاخذ احيان منه وتطلع وفيه رجالا هي تبيه تعطيه تعطيه وتقول هذا بس بيطيه بخاطر وبيطلق وبعدين شف يا اخو بعدين ااخذك ايه رجالا وتقول له ويجي طعمرك وتعطيه من هذا ويروح وتقول له هذا بيطلق ما عاد انا لاني براحة معه ما عاد تبيه ولا عادي بيها ارفو طعمك الصندوق رفو بكل شي رفو المهام يوم سيطر على كل شي وعرف كل شي دعاها قال فلا انا قالت نعم قال انا برجع لتدير اللي جيت منها انت تبت خويني ولا تبين اهلت سبين اهلت قالت لا والله ما علي فالغرب واخو الاشي قال اجل ثرات طالك وضفي غراضة سلحين وطلعي والبيت باع عرضها للبيع وبيبيعه بكرة باع اعلن عليه واللي بيه البيت ببيع حين ويطلعها قال اخذ غراز وانا برجع للدير هجيت انا وجاريتي ويضف غرازها ايه ويتطلع دبل دبل ويطلع ويتطلع 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 راحة ايه وراحت ويوم منها راحة طلعت وجاب للكنز فيه خيراة تجمع عن ذو مركبا خيراة يوم من صبح الصبح ويعلن البيت للبيت ايه هي راحة للرجال اللي هيتبيه قالت ايش لبيت قالت ايش للبيت بللي لا ياخذه قبل الكحت البيت فيه كنز خده بس بللي قولوه خالله الله يوم منها طعم كان اجلو اللا يزود زوداً لين جاب قيمة هالبيتها ضعف مضاعفة عندها فلوس اخذ نص الخزنة نص رايح حليل شرها الرجال طل عمرك ورجع طعمك يوم انا طعمك اخذ فلوس ببيته وحمل خزنته ويسري طعمه يصبح خلي الباب بباب فتح ويرعب عليها وهو في الطريق نصه في الطريق وهذا ويتمطر يروح السواد السواد ينزل وكل ما نزل طعمك سبحانه اللي خلق حونية ليه مثل القمر كم طعمك والفلوس على الخروج ذلو المليئنا وزانة وزانة النفسية والجوة طعمك هذا ومبرحوا لهم في خلق وزوجت على سنة الله ورسول قال يا فلعنة الليلة ما عاد في نصبك ما نصبك قالت يا فلعنة أبوي قال للك مصيك قال لك قال ما عاد أني وتصير هاكا الليل في هاكا الوعدي ليلة الدخلة السانة السوياء المصبح الصبح هم يسرحون يوم انه جاء عند ابوها وهي علمه بس كل ابوها وعلم انه جاء قبل مطر جاء جاء وهي أزعل قال ليه أنا خالفت ابوك وخالفتني ما خالفت قال ليه تجيها قبل لا تجيبها عندما وتغسلها وما قال جاءنا المطر غسلنا المطر ما المهم أنا قال لك قلبه فضيخ قال قال لا بد النان حاسبك قال اللي يتبه قال تسحيني قال نعم قال على هل الخطير تكبته كبك قص يدك قص يدك قال اللي يتبه اللي يتبه اللي يتبه رح طمك بالليلة مجي طعملك ويدخل على وخلص قاله وكلي قال يلا هالليلة ادخل على زوجتك وهذه غرفتكم وهذه والوعد بكرة صلاة الفجر بعد الصراح على طول يجون تأمرك بحقين الحديد وحقين الزيت هيا من دخلت أمرك عليها وجاءها علمها انه ابوها حكم الاف قصيدة قامت الطير وتوقع ليه توافك ليه تقبل ليه ما قلت له قال لنا وعدت قلت والله لو تقصر قبتي ما عاد قوشي مر ما يصير زالت وانت رجال بتأيبك بتضرك وانت رجال بتاكده طارت المشكلة يقول الناس نكسارك يقوله ايه قالت يا فلان قال نعم قالت بكر هاليا جابوي قال مديدك هب مديدي نيابتني عنك خلق الصيد وتسلم يدك ويدي عندك ما هي معيبتني الله ايه بيني وبينك وانا علشانك ما هي معيبتني عندك وانت يا انت رجال انت رجال بتاكده بخلي طعمك يقصه ينفذ بقدين وبيله منه دار انتهى الحكم ما عده بقاعدين شي هو يتقن او يتقن او يتقن او يتقن او يتفك يويا يوانس واصفه قال لنا جاي بطعمك الحديد وبيقصون من شعر وزيت مغلي يقول علشان تقص تحط اليد فيه عشان الدم يتوقف على طول يالله افلان طلعيد قاله يطلعيد هو يمسك ابوه يمسك طعمك اللي صايبعاتها صغيره ما يمسك صعبعين يشد هزين يمسكها عرفها يمسك تاكد مهن فلان قالوا فلان قالوا نعم قالوا هذه الثانية هذه الخيانة الثانية تبيني ضحي بنتي عن يدك قال والله العظيمة هو بنا واني ما قلته لها واني غصوته واني قالت لي كذا 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 قال هذا ابوك اللي يوصك على هالنوعية بس انت ضيعت الوصي انت ضايع هذا اللي ضحي دونك هذا اللي ابوكي بها تضحي دونك حط سره وما انت عند وحده ما ضحي دونك يا السلام يا السلام والله يرزقنا وانتو الصالحات المؤمنات البانتات ابو سعيد طلبنا من قصة باقي معنا ثلاث دقائق او دقي كتير مع قصة مختصرة ولا طويلة اصلا هذه قصة رواها ابن عباس الاسلام لما جاء اقر مكارم الاخلاق كلها والاشياء السيئة كان فيه تاجر من قريش تاجر صاحب مال وعنده عمال يروحون معه رحلة الشتاء والصيف وكان من ضمن هذا العمال ولد شاب من بني هاشم يتي يذهب معه ذلك الرحلة كانت رحلة الشتاء واقبلوا على صنعاء في صوب اليمن وناموا اصبحوا العمال اخذوا الحلال وقدزوا وقدامهم هم باقي نايمين باقي عندها ركايب ان يركبون عليها نايم هذا التاجر جاه عرابي عند الولد هذا قال اني لي جملا شرد عليه وابغى لي عقال فكن فك العقال من الابلدي وعطيه والتاجر احمق اخذ الى الرجل العقال ورحل لما نوعى له واحد من الابل ما فيه عقال قال وين عقالها قال جاني عرابي يسأله وعدتي قال تعطي حقي حدثه بحجر فاصاب منه مقتل فقتل فلما رأى يموت اخذ ابله وساقه ولحق عماله وراح وراه وخل ذا يموت قبل ما يموت جاه عرابي قال يا عرابي هل ستشهد الحج الموقف قال ان شهدت السنة ذي ولا شهدت السنة الجاية نازم قال ان شهدت فاسأل عن قريش فاذا اجتمعوا عليك فاسأل عن بني هاشم فاذا اجتمعوا عليك فاسأل عن ابو طالب فاذا جاءك قل فلان قتله فلان الله ثم مات هذا العرابي حفظ السر ولم السنة ذي ما جاء السنة جاية هذا رجع منه سفرته قال وين هو قال والله صاب المرض واقمنا عليها مدة طويلة ومات ودفنه قالوا مثل كيف على الجميل وخلاص الحق الثاني جاء وهم في مناء قال له لو عرابي طالع على جنب مناء وليلادي يا قريش يا قريش يا قريش اجتمعوا قريش له قال اين بني هاشم بني هاشم اجتمعوا بني هاشم اين ابو طالب قال انا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فلاني فيه يوم فلان كذا كذا يوم الفلاني كذا كذا وقيت شاب بن يموت يحتضر ويقول ابلغ قريش وابلغ بني هاشم وابلغ ابو طالب ان فلان قتل فلان الان هذي عندي شهد قال له هو من خبيلة ثانية فيه من قريش قام قام قريش وابو طالب وقال يا قريش ورجالنا عند دفلاء جيبوه نقتله ما ان تجيوا به المهم اختلفوا قالوا اما تحلفوش في الدين اما تحلفون خمسين يمين يجي منكم خمسين حالف خمسين حالف يحلفون او يجي او تجيبون مئة من الابل ذيها هذي حكم اول من حكم بابو طالب نعم قالوا خلاص نحن احلف اللي هم جماعة الرجال هذا يحلفون ظلم وبهتان هذا هما يدرون عنه اجتماعوا منهم خمسين من ضمن الخمسين هذي شاب بن يتين جاءت امه قالت يا ابو طالب ولدي يتين ولا عليه شيء ولا ورعان هل استطيعنا افدي دينه قال لي افديه بناقتين لا لا افديه بناقتين اخذوا الناقتين واعفوا الولد قام رجل منهم قال انا اتا افدي ديني بناقتين قال اخذوا هامنه وافدوه بقي ثمانية واربعين قاموا حلفوا الثمانية واربعين يقول ابن عباس والله انه ما شاهد العامل جاي منهم واحد انهم ماتوا كلهم هذا قبل الاسلام قبل الاسلام انه ما بقي منهم واحد فاقر الاسلام حاجتين اول شيء اقر المئة من الابل صارت دية ثم اقر الخمسين يمين الحالف على من انكر وهذه من قصص السلف لا دية قتل لا لا دية قتل وترى قبلها اقرها عبد المطلب عبد المطلب يولد عبد الله عبد الله نعم نقول بيض الله وجيكم جميعا شكرا على ما قدمته وانتم بيضان وجيه لا ابو سعيد ولا ابو عبد الرحمن ولا ابو صالح ولا ابو مشبب ولا ابو سعود الله يطول عماركم على طاعته شكرا لكل من تابعنا وشاهدنا في هذا البرنامج والحقيقة الليلة تعتبر مثل ما اسلفنا وابلغناكم انها اخر حلقة لنا في الفترة المسائية غدا ان شاء الله نستاذنكم وبعدها غد وسوف نلتقي بكم ان شاء الله تعالى مع اخوي ابو سعود والزملاء يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا وتبدأ الحلقة معكم الى ان يؤدوا صلاة الظهر باذن الله تعالى نلتقيكم انتم بخير وصحة وعافية نترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته